من عسيف أمسي عليكم عبر قناة العدالة وابحر معكم اليوم في موضوع يخص المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام قبل لا أعرفكم على ضيفتنا موضوعنا اليوم في له ثلاث أسامي البوية والمسترجلة والجنس الرابع وقبل لا ناخد ضيفتنا أمسي عليك أسرار شونج يا هلا مرحبا شونج أخبارك أمسي عليك بالنور أكيد ومسي على مشاهديننا وقل لهم ما عليش نحن تأخرنا عليكم على هذه الفقرة لكن بخلال هذه الفقرة القصيرة راح نتكلم عن موضوع يهم المجتمع الكويتي بشكل عام ويهم كل أسرة قاعدة تتابعنا الحين نمسي عليك بالخير دكتورتنا منال السعيد ونورتنا حبيب حياة شراء أستاذ منال السعيد موجه شخصي في الوعي النفسي والأسري يعطيك العافية وسامحينا على التأخير لا عادي حياتي يا هلا شكرا في البداية أستاذنا بنعرف تعريف للبويا مثل ما قالت شيخها البويا أو المسترجلة أو الجنس الرابع البويا هي نقول بنت مسترجلة وتقلد الرجل في سلوكه تقلده في طريقة لبسه في كلامه وحتى في مثلا قصة الشعر إلى آخر يعني حتى في ستايله حلو انزل حتى في الفضابة أسباب وجودهم في مجتمعنا والله شوف هي كثير من الأسباب يعني يمكن الكابت يدخل في الموضوع أيضا ممكن المجتمع لأن المجتمع أغلب مجتمعنا نحن بصورة عامة وهو مجتمع ذكوري فممكن أيضا يكون التفاكك الأسري لسبب وممكن أيضا تكون مشاكل من الطفولة وممكن تكون أسباب نفسية أو عضوية يعني كلها تتجمع يعني أستاذة أسباب انتشار البويات مرتبط بمشاكل اجتماعية أو مشاكل أو نقول من الصغر أو هو مرتبط في شيء فسولوجي هرمونات ملخبطة نعم وهو ممكن يكون جيني يعني اللي هو XXYY XY و XX ممكن يكون هرموني يتعلق بالهرمون التسترون اللي هو عند الرجل وهرمون الاستروجين اللي هو عند المرأة ممكن أيضا يتعلق في الشعور الداخلي وممكن أيضا يتعلق في البيئة فهو كذا يعني كذا سبب حلو إنزل أستاذة إذا هو يكون مثلا نقول سببين إذا كان مرض نفسي اللي هو عضوي هنا ممكن نحنا عندنا ألف حل ممكن نحنا نحلى أما إذا كان سلوك هنا لابد من استشارة دكتور نفسي لكن نبين نرجع الحين حق دور الأسرة لو كان في بيت طبعا هذا منتشر عندنا بشكل كبير لو كان في بيت في عندهم ابنية بوية علشان ممكن في بعض الناس ما تفهم المصطلح البوية المسترجلة أو الجيس الرابع بالضبط عشان ممكن يتعاملون مع بنتهم طبعا نريد نذكر شغلة مهمة شيخة إن البوية مو قصة شعر بوية بس صح يعني هو لازم نقضى الكلمة على الهواء لأن أنا وشيخة شعرنا بوي فمو معناتي اللي شعرها بوية بوية أو إن اللي شعرها حيال كصير أو حتى لو قاصة قرعة هي ممكن تكون بوية ممكن هي تكون إن فاشن فنرجع للسؤال لا شوفي أسرار على فترة يعني هي البوية مو بس شعرها كصير يعني البوية أصلا هي تبتعد وتطمس ملامح نوثتها بشكل يمكن تسعين بلنيا يعني شوفينها ما تحط ميك أب ما تلبس اكسسوارات طريقة لبسها حتى طريقة لبسها تحسينها ذكورية يعني هي مو بس صح يعني شعرها كصير حتى المشي حتى المشي حتى تطرف في الكلام الصوت ممكن نقول أي التصرفات السلوكيات كلها هنا الأهل لما يلاحظون هذه الشمشغلة رح يعرفون إن البنت فيها يعني شغلة نفسية أو عضوية أو إنه وهو السلوك قاعدة تتشبهها من بعض البنات أو قاعد قلد أحد شوان هنا ممكن الأهل يتصرفون شوفي أهي المشكلة أنه مو كل البنات يعني الكاركتر ما لهم هذا اليديد أنه يكونون وابحين جدا مهلهم أنا اللي أعرفه أنه في بنات يعني أهلهم يوني متفاجئين يعني أن المدرسة دقت عليهم وقالت لهم أنا تعالي شوفي بنتش عندها تصرفات غير سوية فهي تقولي هي بالبنت ما عندها أي مشكلة ممكن أن تكون تصرفات دكتورة عادي ممكن أن نكون أستاذة ممكن أن نكون صريحين أكثر لا يعني هي بالبيت عادي يعني بنت لأنها يمكن هي قاعدة تغطي هذا الشي لكن بالمدرسة هي تاخذ هذا الكاركتر الشخصي أنها هي بويا وستايلها ويعني يكون عندها توجه نحو الفتيات يكون عندها تحرش فيهم يعني كل هذه التصرفات اللي هي شاذة يعني شيء طبيعي لطبيعة الأنثى أستاذة تحرش البويا بالبنت نعم نفس خطورة تحرش الشاب بالبنت وانت فاهمة أنا أكيد 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 ويعني في حالات وصلوا لمراحل متطورة في العلاقة يعني التوجه أو الميول الجنسية بين البنت هذه وبين هذه البنت وصارت وائد مشاكل يعني يعني فيها مستويات غير محدودة للأسف في هذه العلاقة حلو دكتورة ربنا ذكر الشغلة هذه إن الجنة تحت أقدام الأمهات فمعناتها اش كثر قدر المرأة ربنا سبحانه وتعالى فشنو ممكن تكون شايفة في طفولتها لأي درجة تكون واصلة مرحلتها اللي هي المرأة تكون مشتهية المرأة يعني شوفي هو هو شعور يعني هي لما أنا مثل من خلال السشارات لما أقعد معاها تقول أنا اللي داخلي ريال اللي داخلي ذكر يعني والذكر في طبيعته أنه هو يمين للمرأة فأنا اللي داخلي ريال أنا ما قاعدة أسوي شيء غلط وما أقدر ما عندي الكنترول أني أمنع هذا الشعور وعلى فكرة ترى ممكن أن هي تكون فعلا صادقة وهذا المرض نحن نسميه عندنا نعم الطراب الهوية الجنسية فهي مقادرة يعني أنت قاعدت تتكلمين من المنطقة أنت بنت تعرفين فمستغربوا هذا الشيء ولكن هي متتكلم هي ذكر في داخلها شعورها هي ذكر فعندها طبيعي أنها يتميل للجنس الثاني ليش عندهم ليش سالفت أني أنا أروح حق دكتور نفسي خلاص حطه مخهم لو تلاحظين شيخة خلاص الدكتور نفسي حق الميانين ليش ما يستوعبون أن الدكتور النفسي ممكن يطلع الإزعاج اللي بداخلك يعني فيه فرق الآن خلينا نفرق إحنا بين طبيب نفسي وبين استشاري نفسي الطبيب النفسي هو اللي يدرس طب ويعطي ميديسين يعالج في الدول الاستشاري النفسي اللي هو مثلنا إحنا نعالج سلوكيا ومو شرط أن كل إنسان يروح لعيادة استشارية أنه هو مينون بالضبط بالأكس يعني حاليا حتى في دول برة نشوف أن الاستشاري النفسي صار نفسي المحامي يعني كل عائلة عندها استشاري نفسي يخص مشاكلها النفسية فبالعكس يعني أنا أشوف أن الاستشاري النفسي الحين أصبح أمر ضروري في وجود يعني في كل بيت وأيضا أي أهل يحسون أن بنتهم عندها بوادر خلي يكون يعني فيه نوع من الرقابة الدقيقة الرقابة العائلية الدقيقة يعني أنا أشوف مثل توجهات بنتي طريقة لبسها طريقة كلامها وأفضلهم من قدر الإمكان أنه لا يسمحون لتواجد البنات مع بعض مثلا حتى لو تكون رفيجتها سورة مقطوح حديثي بالخير أنا عندي شقلة عشان لا أنساها نبي تأثيرهم في المدارس يعني تأثيرهم على الطالبات في المدرسة البويات هذه قبل ثلاثة سابع تقريبا أحد الصحف الكويتية حطت بالجريدة فصل أربع مدرسات لتشبههن بالرجال إذا ما شاء الله التربية طلعت لنا شديد طب كيف يعني بيكونون المدرسة شون تأثيرهم على الطالبات ما هي اسمها وزارة التربية والتعليم أول شيء تربية مشكلة هذه ما قاعدين يعني ما قاعدين شوف منها يعني فايدة يعني مشاكلهم كبيرة بالمدرس وحتى في صرت حرشات على فكرة بالبنات اللي معاهم في بنت كانت أم يعني يايبة بنتها متحرشين فيها البويات وصير عندها حالة نفسية في الحمام فعندهم مشاكل كبيرة وحتى عندهم يعني تصرفات كأنه تصرفات الاصبيان أنه يصير بينهم وهواش على وحدة إذا مثلا هي رفيجتها راحت مع وحدة ثانية يصير مشكلة فلا يعني شي ويد أوفر وتحسينه أنه مو مكان المدرسة يعني ومفروض أنه يعالج أنا حسها آفة صراحة وخطرها يمكن يعني ما أبالغ أباقلت حتى أقوم من خطر الإرهاب على المشتبه ساعات ترى يتمتعون بعض البيت بالجمال ما تشوفينه موش حلو بعضهم حلوين إذا أنت أنثى شلي بخليت يعني تحولين شديد لا تقول يعني بعضهم طول عمرهم مو شديد فجأة صاروا شديد شوفي شيخة البنت تنولد بنت في في أعضاء أنثوية والصبي يولد بأعضاء ذكرية في الطفولة ولكن بعد ثلاث إلى أربع سنوات يبلش الإنسان يحدد اتجاه الجنسي يعني مثلا أن هل هو شعوره يعني داخليا كشكل لا هذا بنت هذا هذا صبي ولكن كمشاعر هنا تبلش تتشكل فتشوفين مثلا الأم من الطفولة شو أنت عامل هذا الصبي في مثلا شوفين أمهات أنا كنت أذكر قبل أشوف أمهات مثلا تطول شعر ولدها تلبس ملابس بنت تتعامل كأنها بنت نفس الشيء بالنسبة للبنت يعاملونها كأنها صبي هنا يبلش يصير في نوع من الاهتمام يعني هي ممكن تكون فطرة شيء فطري والمجتمع يساعد على تكوينها حتى يعني هو بصورة عام مهما علماء النفس قالوا من سن عشر سنوات لحد عشر سنة يصير ميل بين في هذا العمر بالذات يصير ميل بين ذكر لذكر وبين أنثى لأنثى ولكن هل يعزز أو يعني يوقف عند نقطة معينة إذا الأهل اهتموا وكانوا ملاحظين وبدقة تصرفاتهم فممكن أن يخلون يتحبون الذكر صوب فطرتها الطبيعية ويسحبون الأنت صوب فطرتها الطبيعية وإذا لا ممكن يستمرون بالموضوع هل لهم البويات هل لهم يعني حتى الأسم محلو لهم يعني سن معين يعني أنه يصير بوي وهل راح ينتهون ولا يكبرون ويكبر الشيء معاهم مشكلة في بعضهم للأسف متزوجات بين قوسين ومعايلين يعني مصيدة صراحة صحة تكون متزوجة متزوجة في ريال في حياتها رجل في حياتها فهي جدامة أنثى من الصوب الثاني إيه عندها بس هذي ما راح تقدر تكمل مصطلحهم بعالمهم الليدي مالتها أو حبيبتها فهني راح تكمل إيه بحياة البوية ولا راح ترجع لحياة الطبيعية لا راح تكمل ما راح تقدر يعني إيه أغلبهم اللي مر أغلب لهم سن معين هو المفروض أن هي تنتهي بعد الجامعة بس إذا استمرت معاها تستمر لنهاية العمر تبقى من العمر إذا للجامعة يعني أنا عرف بنات للخمسين ممكن هاتفت هذا مرض عضوي اللي تتكلمنا عنه مرض نفسي فهني إحنا ما نقدر يعني نتكلم أو أن هو شوفي خلي نكون صريحة أول لهم خلي نكون يعني أكثر دقة يعني أسرار مو الكل يكون يعني هذا الشي من غير السبب الأغلب عندهم مشاكل نفسية من هي اللي ما عندها مشكلة نفسية هي البنت اللي شوفين مظهرها بنت ولكن اتميل حق البنات هذه هي سوري على هالكلمة هذه هي بنت سحاقية ولكن لما تكون هي بنت ولكن في داخلها تشعر بمشاعر ذكورة هاي عندها اضطراب هذه مسكينة هذه مغلوبة على أمرها عندها اضطراب بالهوية هذا يجب أن تعالج بس ما نعالج بالغلط استاذه حتى لو هذه يعاني من مشاكل نفسية هذه يوني يعني يمكن على مدى سبع إلى ثمانة جلسات عفوا أنا أقصد أن اللي يعاني من مشاكل نفسية مثلا عندي اضطراب أنا ما أعالج للضطراب في الطراب أقوى منه فأتجني أصير بوية بس ألجأ هي مشاعرها هي مشاعرها هو شيء آخر يكون فيها لا ترجع على الاستشارية أساسا هي عندها اضطرابات على عنوثتها مثلا أذكر ليش مثلا الحين كانت في مرة كنت قاعدة عند ناس نعرفهم فكانت الأم فاقدة زوجها ما أدرك كانت ما تطلقها أو تشري وبنتها قاعدة بنتها الكبيرة فكانت تقول إحنا شون نقدر نكمل حياتنا من غير ريال فهذه البنت يعني إيه عطتها رسالة بأن الحياة ما تمشي من غير رجل فهذه البنت حست أن حتى الحياة تمشي وتكتمل المفروض فيه رجل موجود فقالت لها يوم أنا ريال أنا أصير الريال وهذا المفروض أصلا يطول ورح لازم يعني نعالجه في النهاية نشكر حضورت حبيبتي نشكر وآسفين على التأخير لا ما في مشكلة وإن شاء الله نلتقي فيك في فقرات ثانية حبيبتي شكرا لك شكرا لك دكتور أستاذة وطبعا أكيد إحنا نرجع مع مذيعين طالب ونور ونشوف شنو عندهم فقراتهم الجميلة